اشتركوا في القناة اخص الهالي على حقيقة كل التجهيزات اللي قموهمها وكرم الضيافة والترحيق رحبون فيه فدائما حائل هي منطقة الحقيقة اللي دائما تقدم لنا الكثير وحنا سعيدين انه تستأنف الراليات في المملكة من منطقة حائل وانه ايضا عودة رالي حائل الى بطولة العالم للراليات الباهة الصحراوية وزي ما نشوف انه حسنا المنافسة قوية لاننا سرنا ضمن جولة بطوط العالم فنشوف كل ابطال العالم اللي نشوفهم في دكار انا سابقون في الرالياتنا الدولية وهذا تطور كبير حقيقة انا جدا سعيد بنا يعني يحدث والشكر لسموه الامير عبدالعزيز بن ترك الفيصل وزير رياضة على دعمهم لنا وكل القطاعات والحقيقة لقول رؤية المملكة وقيادة الحكيمة في تعاملها مع ازمة كورونا نحن نشوف البلدان كثيرة الغت الراليات والفعاليات الرياضية لكن الحمد لله بفضل الحكمة والتخطيطات والاجراءات اللي اخذتها الدولة الان رجعنا نستأنف بطولاتنا العالمية فالحمد لله رغم هالظروف الصعبة العدد كبير حتى المتسابقين عندنا الفئتين عندنا بطولة العالم وعندنا ايضا عشان كمان ما نعطي فرصة للسايقين المحلين البطولة المحلية فالمنافسة قوية جدا على حسم لقب بطولة العالم وايضا بين المتسابقين وان شاء الله نتمنى للمتسابقين التوفيق خصوصا ان الماري الرالي مر بمراحل ومناطق متنوعة هيعطي نوع من التحدي فاتمنى ان شاء الله لهذا التوفيق وسباك مقطع للجديد